موسيقى شكرا جزيلا دكتور محمد سعيد إدريس رئيس وحدة الدراسات العربية والأقليمية أخيرا النهاردة استقبل رئيس المؤقت للبلاد سيدة المستشار عدلي منصور ممثلين عن المعلمين بـ 27 محافظة لمناقشة مشروع تطوير التعليم وأيضا اليوم عقد الدكتور عصام حجي مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر مؤتمر صحفي لتتشين مشروع تطوير التعليم المشروع كما أكد الدكتور عصام حجي لتطوير المنظومة التعليمية في مصر حيث أن أكبر عدو في بلدنا هو الجهل والظلم وأضاف أنه يجب أن يكون لدينا منظومة لاستيعاب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر